تأسيس الدولة السعودية يحكمها آل سعود تاريخيا كابرا عن كابر وهي نتاج طبيعي لإمارة الدرعية التي أسسها محمد بن سعود عام 1744 وهي الدولة السعودية الأولى ثم إمارة نجد التي أقامها تركي بن عبدالله بن محمد عام 1818 واتخذت من الرياض عاصمة وهي الدولة السعودية الثانية انبرى الفتى عبدالعزيز ليعيد إلى الجزيرة مجدها العربي تحت راية التوحيد في تأسيس للدولة السعودية الثالثة النقع يغلي تحت سنابك الخيل والسيوف تتعانق محتدمة والبيارق تتسامق فوق الرقاب في حرب هي في الأساس جند من جنود السلام لتوحيد الأرض والراية وتأسيسا لدولة حديثة لقد بذل عبدالعزيز ما وسعه وفق الظروف التاريخية والتقليدية لعصره وبلاده أقصى ما يستطيع لتوحيد أمة كانت لولا قدومه ستعيش مزقا وأشتاتا كل كلمة قالها عبدالعزيز نابعة من وجدانه وروحه سقيت من دمائه فغدت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماع كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا فلسنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة فيجب علينا التفق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك نسأل الله التوفيق وأن الله ينصر دينه ويعلي كلمته وصلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله آمن عبدالعزيز بأن الإنسان يقوم على ثلاث فضائل الدين والمروءة والشرف وإذا ذهبت واحدة من هذه سلبته معنى الإنسانية وعندما أصر عبدالعزيز على إنشاء دولة كان هدفه الأسمى هو توحيد النفوس والأفكار قبل توحيد الأرض موقنا أن الأمة على امتداد رقعتها الجغرافية لن تنجح طالما بقيت في تمزقها وشتاتها وحين استقر لعبدالعزيز الأمر لم ير في نفسه عجبا ولم يجد طلاوة الأبهة في قلبه بل رأى نفسه خادما للدين والرعية هذا النهج الذي سار عليه عبدالعزيز في خدمة شعبه وخدمة الأمة وهذا ما ورثه عنه أبناؤه ولذلك فقد أباح أعماله ونفسه للتاريخ بعد أن مكن للعدل أركانه وأمن للبلاد سلامها فلم يكن قط ليضمر خلاف ما يعلن كان عبدالعزيز يجمع بين روح الحرب وروح السلم همه الأول خدمة دينه ومحاربة الجهل ولذلك كان أهلا لأن ينال الملك وخليقا بأن يكون أسد الجزيرة ومؤسسا لدولة جليلة الفعال مهابة الجناب مستمرة في العطاء منذ سبعة وثمانين عاما